موسيقى 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 الموسيقى موسيقى يلا بنا ناخد درس جديد في نهاية الانجليش نشوف ممكن ناخد ايه النهاردة المرة اللي فاتت واللي قبلها اللي قبلها كنا بناخد الدايلي روتين بتاعنا بنعمل ايه كل يوم واللي فاتت كنا بناخد في الويك انت وفي اليفنينز بالليل بنعمل ايه تعالوا نكمل البرزنس سيمبل تنس ازاي نقدر نستخدمه ونعمل سنتنسز في البرزنس سيمبل اللي هو يعني المضارع بس انا مش حابة نحن نقول المضارع البسيط والكلام ده هو اسمه برزنس سيمبل تنس ان انجلش فما فيش ده نحن نقوله بالعرب طبعا ما ننساش سبسكرايب لايك وكومنت بليز اوكي لنبدأ المرة اللي فاتت اخدنا الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في اول ايفنينز واول ويك انت تمام في ناس بتخرج في ناس تقعد في البيت في ناس بتعش برا في ناس تروح تشرب حاجة مع بعض في ناس تفرجع تليفزيون كل واحد فينا بيعمل حاجة مختلفة عن التاني في الويك انت بتاعته صح طيب انا لو دلوقتي عايز اقول انا مش بعمل كذا يعني انا المرة اللي فاتت ديت قلت ايه she goes out انا عايز اقول انها لا هي مش بتخرج في الويك انت اقول ايه she doesn't go out ايه doesn't doesn't ده negative لما اشوف الفرب في البرزن سيمفل في اس لان احنا بتفعنا ان هي وشي وإت تاخد اس لها كانت she goes out عشان اعملها negative هي كده affirmative affirmative يعني كلمة جملة مزبطة انا عايز اعملها العكس عايز اعملها negative ان هي غير مزبطة هي ما بتخرجش اتويك انت فاقول ايه she doesn't go out doesn't هنا helping verb helping verb يعني فعلي بيساعدني ان اعمل negative في الجملة في السنتنس طيب تعال اقول لكم جملة تانية ونشوفها نعملها ازاي لما قلت he stays in فاكريني لما قلت لكم in go out بتاعها stay in طب انا عايز اقول هنا قلت هنا he stays in انا عايز اقول هو مش بيعد في البيت لان stay in يعني بيعد انا عايز اقول مش بيعد اقول ايه هاستخدم helping verb ليه باستخدم helping verb انا محتاجة استخدم فعلي ساعدني اعمل negative عشان الجملة افامت زي ما اتفقنا فحقول he doesn't stay in خدت الاس طبعا ما سيبتش الاس الموجودة في الverb لان انا حطيت doesn't instead فبالتالي بدأ ما حطيت doesn't يبقى هشيل الاس الموجودة في الverb الله طب مع we without you هعمل ايه و اي لانه ما بياخدوش اس في الverb طب مثلا نقول ايه i go for a drink انا رحت عشان اشرب حاجة مع حد من صحابي on monday مثلا i go for a drink on monday انا عايز اعمل انا negative هحط doesn't لا هحط الverb تاني يساعدني another helping verb اسمه ايه don't ليه لان الverb هنا لما حطيت i go go ما فيهاش اس بما ان ما فيهاش اس عشان انا استخدمتها مع i زي we و they و you فمش هحط doesn't فهحط don't عشان ما فيهاش اس فهقول i don't go for a drink طب تعالوا نعمل جملة تانية عشان نتأكد اكتر لو قلت مسلا i او they go to the cinema go فيها اس لا هحط doesn't ولا don't عشان عمل نيجاتي فهقول ما بيروحوش السنما هقول they don't go to the cinema طيب لو قلت go shopping we go shopping انا عايز اه negative ان احنا ما بنروح shopping نقول ايه we don't go shopping طب تعالوا نرجع تانية لdoesn't او don't تقولوا لي which one هنحطه نفكر مع بعض لما بقول she phones her friends she phones her friends هي بتكلم صحابها phone فيها اس عشان he she and it بتاخد اس طب انا عايز اعملها نيجاتي فاقول ايه she doesn't phone her friends طيب لو قلت they phone my family هم هم اكلموا عيلتي ليه كده طيب انا عايز احطها نيجاتيب الفيرب في اس لا يبقى هقول ايه they don't phone my family طب ايه راييوكم ما نعمل paragraph كده مع بعض واحنا بنتكلم زي زي مسلا اقول علي انا كنفين بس كأن حد تاني يعني فاقول نفين فشوية هستخدم نفين وشوية هستخدم she بس انا هبدأ بنفين في الاول وبعدين هقول she هقول نفين goes out on monday she doesn't stay in she eats out she goes for a drink طيب انا كده يبقى بدا مقلت في الاول بتخرج يبقى كده يمشتعد في البيت وهي هتخرج تاكل برة وتشترط طيب لو انا بدأت قلت مثلا نادر انسامي go to the cinema they don't go shopping they don't watch tv يبقى انا كده استخدمت شوية affirmative شوية negative طيب لو قلت فادي يبقى قل فادي phones his friends but فادي doesn't phone his family بيكلم اصحابه بروس مش بيكلم عيلته لما بعيد يعني دلوقتي في الاول قلت فادي بدل ما عيد فادي تاني بقول هي زي ما انا قلت بدل ما انا قلت في الاول نيفين بدل ما عيد نيفين تاني قلت الشي طيب اقول مثلا سامح and I visit our friends يعني سامح وانا زرنا اصحابنا but سامح and I don't visit our family لكن احنا مش بنزور علتنا بنزور صحابنا لكن مش بنزور علتنا شفتوا انا عملت ازاي اللي هو ايه بدأت احض sentences in the affirmative other sentences in the negative affirmative يعني جملة مثبتة negative يعني جملة منفية طب لما اجي اعمل السؤال بقى انا جيت قلت مثلا she goes out عشان اعمل سؤال اقول ايه does she go out ليه استخدمت does عشان الفربي فيه as فزي ما استخدمت doesn't كnegative بستخدم does كسؤال يعني معناه هل هل هي خارجت does she go out طبعا اتشلت الاس من الفربي انا انا حطت does فهجاوب مرة بyes مرة بno هقول yes she does no she doesn't طيب لو انا عايزة اقول على eat out مثلا they eat out عايزة اقول سؤال هقول ايه do they eat out ليه عشان الفربي مفوش اس هل هم بيأكلوا برا اه هم بيأكلوا برا yes they do لو عايزة اقول لا ما بيأكلوش برا no they don't طيب فيه كمان go to the cinema لو we go to the cinema ال we بتبقى you الله السؤال ليه لان we يعني احنا فانا لما اجا اسأل هقول هل انتو بتروح السينما ولا هنسأل احنا مش وعيين فهلقول هل احنا بروح السينما اكيد احنا وعيين فحد تاني اللي يكون بيسألنا فنقول ايه do you go to the cinema عشان زي ما اتفقت معاكم مرة قلتلكو in you مرة بتيجي للمفرد ومرة بتيجي للجامع للبلور مرة بلورال فهنا هتبقى وي هنا كأنها دي بلورال فأكيد هقول هسأل بيو do you go to the cinema يبقى اقول اه او لا yes we go هنرجع we تاني او no we don't كده احنا خلصنا برضو الدرس بتاعنا النهاردة انا بس عايزيكو تحاول ان انتو تعملوا اسئلة باجابات وتحاولوا تعملوا بارغرف زي اللي انا عملتوا كده تحطوا اسم في الاول هو افر هو مين سواء اسم حضرتك اسم حضرتك او تبتدوا تعملوا ان انتو بتعملوا كذا وما بتعملوش كذا تمام ونستخدم الناجاتف والباوزيتف ونحاول نتكلم مع بعض بالانجلوش لو حبينا مثلا نعمل تشاتينج مع احد يكون مش مصري ده يساعدنا كتير ان احنا practice our language ان احنا نعمل practice للغة تاعتنا طيب قبل ما اقفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة